وينضم إلينا من الرياض السيد أحمد ألدعيج المستشار في التحليل الفني أهلا بك معنا أستاذ أحمد وشكرا على حضورك تجاوزنا لمستوى 6200 نقطة ماذا يعني للمستثمر على المستوى الفني هذا المستوى الذي تحقق مع عودة أسعار النقطة للمكاسب أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحياك الله يقدميسه بالنسبة للسوق فنيا الآن نحن توقعنا ارتداده من نقطة 5900 تقريبا فكان الارتداد فني يعني بحت فالأرى أنا لازلت أرى وجهة نظر أنه سنتجه إلى 6400 6400 منطقة مستهدفة والله أعلم هذا من الناحية الفنية هذا من الناحية الفنية لكن برأيك السوق كيف سيقرأ هذه الاتفاقية التي تمت ما بين روسيا وما بين السعودية وعمليات التعاون المشترك يعني ردة الفعل الأولى رأينا ارتفاع مباشر لأسعار النفط سيد أحمد وبالتالي تحركات النفط كيف سيقرأها السوق أكيد هذه بطبيعة الحالة يعني اتفاقية يعني تعطي استقرار لأسواق النفط ويعني الاجتماع اللي صار على هابش اللقاء القمة العشرين مع ولي ولي العهد حفظ الله مع الرئيس الروسي كانت مؤثرة طبعا وأتوقع يعني أنه راح تساهم في استقرار أسعار النفط وممكن نرى منطقة 56 للنفط بإذن الله نعم خلال الأشهر القادمة يعني القريبة إذا ما تحدثنا هي مؤثرة طبعا قطاعيا الآن كيف يعني ننظر إلى قطاع البيتروكيم لأن الملفة اليوم هي مكاسب القطاع المصرفي وقطاع البيتروكيمويات سابك تخطى من جديد أيضا المستوى الـ 84 و50 هلال اليوم ما المرتقب فنيا لسابك سابك فنيا يعني نتكلم عنها بعد تجاوز نقطة 86 86 ونص أتوقع أنه ستتحسن وستتحرك بحركة أسرع من اللي حاصل الآن فيهمنا تجاوز نقطة 86 ومهم كذلك المحافظة على نقطة 83 هذا فنيا لكن دائما أسواق المال تستبق الأحداث تستبق النتائج يعني الأسواق المالية دائما دكية وسريعة والمستثمرين كذلك فعملية التوقع لاستقرار النفط وصعوده من واقع الاتفاقية بين الروسيا والسعودية على تجميد الإنتاج أكيد هذا حيساهم في ارتفاع البترول والبترول في طبيعة الحال بيجر معه ارتفاع البتروكيميكل فإذا ارتفعت البتروكيميكل منطقيا حينعكس على نتائج الشركات وعلى رأسها سابق التي طبعا ستستفيد في حال ارتفاع المشتقات البتروكيميكل بالمقابل القطاع المصري في اليوم الحركة التي تمت عليه هل ستكون حركة طويلة الأجل سيد أحمد أم هي فقط مكاسب مؤقتة سنبدأ بعدها بعمليات جني الأرباح القطاع المصرفي أنا لي وجهة نظر أنه لو نلاحظ أنه على مدى السنوات الماضية هامش الربحية الثابت فمجلس الوزراء أقر ووفق الله باستماح لهم بإنشاء شركات خاصة مملكة لهم أنا أتوقع لو فعلوا النقطة هذه ستساهم في ربحية القطاع ستزيد فيه ستساهم في توظيف الشباب ستساهم في نمو البلد فهذه من الناحية من الناحية أخرى القطاع البنكي طبعا عندهم خيارات لسه ما تفعلت أتوقع أنه تساهم في إنتاجية القطاع فنيا أتوقع أنه إن شاء الله عنده صعود المناطق أعلى من هذه إن شاء الله بتساعد المؤشر تقريبا في الوصول إلى 6400 نعم طيب عم نتابع من جلسة يوم أمس يمكن سهم إعمار المدينة الاقتصادية اليوم استطاع السهم أن يتخطى مستوى الأرباطاش أربعين كأعلى مستوى قبل أن نقلص الأرباح ونستقر عند 1385 الحركة التي تحدث على إعمار المدينة الاقتصادية برأيك وارتباطها بعملية دخول صندوق الاستثمارات العامة لشراء حصة في مدينة الملكة عبد الله الاقتصادية التحركات المرتقبة للسهم سيد أحمد والسؤال يمكن المطروح من المستثمرين كيف ستكون شكل الحصة التي سيدخل بها صندوق الاستثمارات العامة في هذه المدينة الاقتصادية بطبيعة الحالة الدولة وفقها الله احنا كانت الركيزة الأولى لنا اللي هي النفط بعدين نوعنا وصار عندنا البتروكيميكا بعدين الركيزة الثالثة وش صارت؟ المعادن الآن توجه الدولة بأنها تكون الركيزة الرابعة بناء المدين الاقتصادية وهذا توجه طبعا إن شاء الله بيأتي ثمارها في المستقبل فبطبيعة الحالة الاستثمار في القطاع إن شاء الله نأتي ثمارها بس يبغاننا نصبر شوي بالنسبة للحصة اللي تملكها الدولة أو الدين اللي على إعمار تقريبا خمسة مليار فأنا أتوقع أنه حيكون في مبادلة أسهم بقيمة هالدين في التملك في الشركة فإذا تم تحويل الخمسة مليار الدين على الشركة من قبل الدولة فأنا أتوقع أن تكون أكيد مؤثرة وينتظرها انتهاء الميناء الميناء بيكون أكبر ميناء طبعا على البحر الأحمر نعم هذا بيساعد طبعا في يعني ارتفاع الشركة وصادراتها وأرباحها بإذن الله وأشكر وجودك معنا سيد أحمد لدعيش المستشار في التحليل الفني كنت معي مباشرة من الرياض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر